يا اهلا وسهلا النهاردة هعمل معاكم واحد من الازة انواع العيش اللي ممكن تعملوها في البيت هو الخبز العربي او الخبز التركي هو طعمه وكوامه مختلف شوية عن العيش بتاعنا التقليدي العادي هو بعد ما بيستوي كده وبيبقى دافي بندفلوا ازيت نباتي او زبدة اضايبة ومعاهم بقدونس مفروم فبيغيروا من طعم العيش خالص عن العيش التقليدي اللي احنا متعودين عليه هعملوا معاكم النهاردة بطريقة سهلة جدا وانا متأكدة لو هتجربوه هتعملوه هيعجبكم جدا ان شاء الله في البداية خلينا على طول متفقين ان المقدير هتلاقوها مكتوبة في صندوق الوصف بالتفصيل بالكوب وبالجرام انا جبت بولة وضفت فيها الدقيق والخميرة والسكر وقلبتهم مع بعض كويس وبعد كده ضفت الملح وبرضو وزعته كويس مع الدقيق وبعد كده ضفت السويل وتكون دافية اللي هي المية والحليب وبعد كده حطيت الزيت الاول بس نقلب كل المكونات الحلوة دي كده مع بعض وانشرب الدي كل السويل اللي احنا حطناها ولو حصيتوا ان الدي بتاعكم محتاج سويل تاني فممكن تكمله بالمية الدافية عادي احنا محتاجينها العجينة تكون لينة بس ما بتلزقش في ادينا محتاجين بقى نعجينها كويس جدا جدا لحد ما تتشكل معانا كرة نعمة قوي لان احنا كلما عجلناها وبقت معانا مططية بالشكل ده فنتيجة العيش معانا في الاخر هتبقى حلوة جدا هناخد بقى العجينة بتاعتنا الحلوة دي وانسيبها تخمر لحد ما يتضاعف حجمها هتاخد معانا في الوقت البرد ده ممكن تاخد لها ساعة لو مستعجلين عليها ممكن تدفوا الفرن وتسيبوها فيها مش هتاخد معاكم وقت جبير يعني نص ساعة كده وتكون اتضاعف حجمها حابة اوريكم قد ايه قامل عجينة ناعم جدا ولين قوي وده بيأكد قد ايه العيش هيطلع مظبوط معانا ان شاء الله بنفرغ بقى كل الهوى اللي موجود فيها وبنرجع نشكلها تاني الكورة وبعد ما بنشكلها بنقسمها لست كور متساوية ممكن تاخدوها كده بالنظر ان كل الكور تكون قد بعدها وممكن تستخدموا الميزان هتبقى وزن كل كورة سبعين جرام بنشكلهم كلهم بنفس الشكل كده بنعملهم كور بنفس الحجم وبنسيبهم يستريحوا لمدة خمس دقيق او عشر دقيق يعني ممكن بعد ما وتخلصوا اخر كورة تبتدوا في اول واحدة انتو ايه شكلتوها مهم جدا ان انتو تفضلوا مغطيينهم حتى وانتو شغالين فيهم علشان وشهم ماينشفش بنرش رشد دي خفيفة على الكاونتر اللي احنا هنفرد عليه وعايزين نفرد العيش بصمك سنتي ونص او اتنين سنتي زي ما قلتلكم هو قوامه مختلف شوية عن العيش العادي ده تلاحظوا انه هو هيبقى مقلبس شوية احنا محتاجينه يكون بالصوم كده كده هيبقى مناسب جدا لحجم العيش وهنعملهم كلهم بنفس الشكل ده كده طبعا الحلو في العيش ده اللي احنا هنسويه على طاصة على النار مش هنسويه في الفرد فاحسن حاجة تقدروا ان انتو تحافظوا بيها على شكله وانه هو ما يبص منكم انتو تحطوه على مناديل مطوخ او تحطوه على ورق زبدة المهم انه هو هننقله بنفس الحاجة اللي احنا حطناه عليه على وشه يعني هنمسكه من ناحية الورق او المنديل براحة ايدينا كده وننقله على طول في الطاصة برضو درجة حرارة اللي الطاصة مهمة جدا علشان يستوي معاكم بسرعة وما ينشفش انه هي تكون درجة حرارتها عالية في الاول وبعد كده بنهدي النار للمتوسطة لو حابين تاخدوا الشكل التقليدي بتاع العيش التركي اللي هو بيكون فيه حتة لونها بوني مختلفة عن لون العيش كله كل ما تلاقوه كون باللونات كده تروحوا نقلينه على الوش التاني على طول بس لو حابين يبقى كله لون واحد فاسبوه على نفس الناحية اللي بيستوي عليها وحيتنفخ برضو وبعد ما يتنفخ من اول ناحية تنقلوه بقى على الناحية التانية انا من وقت للتاني بضغط عليه بالسباتيولا كده علشان يوزع الهوى جوه العيش وكله ياخد نفس السوا وخلصوا بسرعة علشان ما ينشفش نيجي الاحلى حاجة في وصفة النهاردة وهي البقدونس المفروم انا معي كامعود من البقدونس حفرمهم ناعم وكمان محتاجين اي مادة دهنية زيت نباتي او زيت زتون او زبدة دايبة اي حاجة انتو بتحبوه طعمها ان احنا نعمل مكس ما بينها وما بين البقدونس علشان نعرف نسبته كويس على ليش وكمان بيكون طعمهم حلو جدا جدا مع العيش يعني انا استخدمت زيت نباتي وحاول انه هو يكون جودته كويسة لانه حيفرق جدا في الطعم وحيكون اخف واحد فيهم بنقلبهم كده مع بعض وبناخد بالفرشة بنمسح على وش كل رغيف الحلو ان انتو تكونوا مجاهزين الخليط ده بحيث انه هو اول العيش ما يستيبه ويخلص وهو لسه دافي كده تدهنه به بحيث انه هو يتشرب الزيت او الزبدة وبيبقى كده طعمه غني اكتر انا بحب طعم البقدونس فحتلقوني متوسطية بزيادة وبدهن الوش والناحية التانية كله كله بالبقدونس وبس كده نكون خلصنا الخبز التركي او الخبز العربي وزي ما انتو شايفين الدقيقة ومناعم وطري جدا طبعا اي حشوة حنحطها في العيش الحلو ده اكيد حيكون طعمها جميلة الحقيقة من احلى وصفات العيش اللي انا جربتها وهو دايما التركيين بصراحة عندهم لمسة كده مختلفة في اي حاجة بيعملوها انا بحب اكلهم ووصفاتهم والطبيعة بتاعتهم جدا جدا ان شاء الله نعمل اكتر من وصفة تركية بازن الله وكمان تجربوا العيش ويعجبكم وبالفهنة اشوفكم على خير في فيديو جديد بتمنى لكم الخير والسعادة مع السلامة اشتركوا في القناة